في الملف الإنساني ما يزال النازحون يطالبون بإعادتهم إلى مناطقهم لا سيما بعد أن أعلنت الحكومة نيتها إعادة جميع النازحين وإنهاء مسلسل معاناتهم التي دامت لسنوات بشير الحسن التقى بعض النازحين وكان هل التقرير أيها العراقيون الشرفاء إن أرضكم قد تحررت بالكامل بعد أن أعلن رئيس الوزراء حيدا العبادي بيان النصر النهاي على تنظيم داعش وطوي صفحة التنظيم التي مزقت محافظات عدة وهجرت الملايين من الأبرياء في مخيمات النزوح وغيرها لم يبقى أمامها إلا خيارا واحدا هو إعادة النازحين والشروع بالبناء والأعمار هذا إذا ما كانت جادة بإعادتهم إلى مناطقهم المستعدة نحن سمعنا رئيس الوزراء حيدر عبادي يقول إن شاء الله النصر على الدواعش إن شاء الله ماذا الدواعش أعلن النصر عن الدواعش وإحنا هنا عايشين بالمخيمات ما أريد أزيد من أريد نعود إلى ديارنا أريد قرانا يام المخيم بس أريد نرجع عليها نكيف هنا التحرير العراق من داعش ونكيف أن كل من يرجع المكان إن شاء الله المكانات آمنة ومليمة بالشعب ونرجع كل نازح إلى أهله المشاكل العديدة التي يواجهونها تكمن في عدم توفر الخدمات الأساسية وما زالت أغلب مناطقهم غير مؤمنة كليا بالإضافة إلى المناطق المتنازع عليها تحديات ومصاعب جم فيما يبقى المواطن النازح هو من يدفع الثمن باهظا من حياته التي ضاعت في مخيمات النزوح صار سبعة شهر من تحررة قضاء البعاج وما يخلهم بشر يرجع على داخل القضاء والله إجراءة أمنية إجراءة أمنية لعنده شي يخلي يأخذونه والمعنده شي يخلي طببونه حتى بيت إحنا ما عدنا وأني بالذات أغسل كليا بأسبوع مرتين أغسل يعني أنا شقد هذا صار لي من الثالثة العام جيت ما أحد وقف على باب ينطاني خمسة آلاف دينار يعني من هذا ومن هذا من جيران ينطوني حتى أروح على ربي لقص الكليا واجي وزلمتي ضرير عما يدرون به هو الجماعة وعندي خمسة أطفال إيش شون بلا والله عمدنا نرجع هنا صعب بلا والله مشتاك والله إينا قبالنا نطلع ليا قادة قبالنا بيوتنا شون ما إيو والله والله إينا مصورينه بالموبايل قمتبشي من شفته إيو والله ورايح ومتفلش إحنا شقد ما ينطوننا شقد ما ينطون علينا إحنا هنا ما عدنا لا راتب لا خرجية إذا تقبل نبيع التمنات نروح نشتري بهم كيلوان طماطل وكيلوان خيار انتهى داعش في العراق وإلى الأبد ولم تنتهي فصول المعاناة لآلاف الأسر المشردين داخل بلدهم هل ستلعب الحكومة دور المتفرج أم ستسخر كافة إمكانياتها بعادة النازحين في أقرب فرصة لها لقناة الفلوجة بشير الحسن